موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الأولى من قناة السعودية وهذه عنوينها خادم الحرمين الشريفين يستقبلوا مناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية رئاسة أمن الدولة تكشف هويات منفذية الاعتداء الإرهابي على مركز مباحث الزلفي حصيلة ضحايا تفجيرات سيرلانكا ترتفع إلى 800 قتيل وجريح أهلا بكم مستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في قصر اليمامة في الرياض اليوم ومناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وقد حمد خادم الحرمين الشريفين الله على ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصدهما وأكد يده الله أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية وتكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين مشيرا حفظه الله إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام ودعم كبير للقطاع التنموي والبلدي حضر الاستقبال وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين اصدرت رئاسة أمن الدولة بياناً الحاقياً حول إحباط العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى مركز مباحث محافظة الزلفي صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه إلحق للبيان المعلن عنه بتاريخ السادس عشر من الشهر الثامن من عام 1440 للهجرة بشأن إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي من خلال محاولة يائسة قامت بها مجموعة إرهابية مكونة من أربعة أشخاص والتصدي لهم من قبل قوات رئاسة أمن الدولة ما أدى إلى مقتل المهاجمين جميعاً فقد أسفرت التحقيقات الأولية في هذه العملية عن النتائج الآتية أولاً اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناه بأنهم كل من 1- المواطن عبدالله حمود محمد الحمود 2- المواطن عبدالله إبراهيم محمد المنصور 3- المواطن سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد 4- المواطن سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد وجميعهم ممن يتبنون الفكر الضال وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي 2- تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال بفضل الله من تحديد استراحة في حي الريان في محافظة الزلفي مستأجرة باسم عبدالله الحمود أحد الجنات الأربعة اتخذوا منها وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم الفاشل وقد عثر بداخلها على ما يشبه معملاً لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة ثالثاً أسفرت نتائج الفحص والتفتيش لموقع الجريمة والاستراحة على العثور على المضبوطات التالية واحد عدد خمسة أحزمة ناسفة منها أربعة كان الجنات يرتدونها وآخر داخل السيارة وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشضايا اثنان عدد أربع وستين قنبلة يدوية محلية الصنع تحتوي على عدد خمسة وعشرين كوع سباكة مشركة ثلاثة عدد احدى وستين ماسورة سباكة مشركة منها تسع في طول تجهيزها كقنابل أمبوبية بالإضافة إلى عدد ثلاثة جوالات مشركة أربعة عدد ثلاثة قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير خمسة عدد اثنين سلاح رشاش كلاشنكوف وعدد ستة مسدسات وعدد أحد عشر سلاحا أبيض وساكتون صيد هوائي وسلسلة قتالية ستة أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها أربعة وسبعين كيلو وتسعمائة جرام سبعة مجموعة أوعية زجاجية مخبرية وعدد من الأوعية البلاستيكية ومجموعة من العبوات المعبئة بمواد كيميائية سائلة وكرتون أعواد كبريت وصاعك متفجر محلي الصنع ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشضايا تمانية جهازات اتصال لا سلكي وجهازات كمبيوتر محمول تسعة مجموعة من بطاقات الصراف الآلي زائد بطاقتين هوية وطنية زائد مبلغ مالي يقدر بمائتين وثمانية وعشرين ريال عشر ورقة مدونة عليها وصية لأحد الجنة أحد عشر عدد من المنشورات والأقراص الضوئية سي دي ذات محتوى مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وقد كشف العمل الجبان الذي أقدمت عليه هذه المجموعة الإرهابية وما ضبط بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة عن ما تضمره أنفسهم من خسة وغدر وحقد وإجرام مفتحة تأصل يقودهم في ذلك فكر مريض جعل منهم مطايا لتنظيمات ظلامية لا تؤمن إلا بسفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة والإفساد في الأرض وهما كانت تهدف إليه العناصر الإرهابية من خلال هذه العملية إلا أن عناية الله عز وجل ثم يقضت رجال الأمن حالت دون ذلك فخاب مسعاهم وباءوا بخسران مبين وسلم الناس من شرورهم ورئاسة أمن الدولة تعلن ذلك لتؤكد مجددا مواصلتها بكل عزيمة وإصرار في التصدي لهذه المخططات الإجرامية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد معتمدة في ذلك على الله عز وجل ثم على ما تجده من دعم لا محدود من لد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله وتعاون المواطنين والمقيمين الشرفاء والله الهادي إلى سواء السبيل كما كشفت رئاسة أمن الدولة عن عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على عدد من العناصر الإرهابية كان لديهم ترتبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية فقد رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من الشهر الثامن من عام الف واربعمائة واربعين للهجرة عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم 1- فيصل بن محمد الخضير 2- عبد الرحمن بن إبراهيم المنصور 3- أيوب بن عبد الرحمن الداود 4- عبد الرحمن بن عبد الله الداود 5- عبد الرحمن بن حمود الحمود 6- مصعب بن مد الله المديد 7- عبد الله بن حمد عبد الله الحميدي 8- عبد الرحمن بن عبد العزيز بن يوسف الدويش 9- عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الدويش 10- محمد بن عبد العزيز بن يوسف الدويش 11- عبد الرحمن بن سعود إبراهيم السويكت 12- صايل بن صالح بن زيد العليك 13- زيد بن عبد الله بن ناصر العصيمي 10- ورئاسة أمن الدولة تعلن عن ذلك 11- لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية 12- التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة 13- لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله 14- وتسعى للنيل من أهله واستقراره 15- ولكن الله سيفشل عملهم 15- ويحبط كيدهم 16- وتظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة 16- آمنة مطمئنة 16- وفي منعة مما تخطط القيام به الأيد الآتمة 17- والله الهادي إلى سواء السبيل 17- ناقش صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل 18- مستشار خادم الحرمين الشريفين 19- أمير منطقة مكة المكرمة 19- خلال ترأس سموه الاجتماع الثاني لمجلس هيئة تطوير المنطقة 20- ناقش آليات تفعيل قرارات اجتماع مجلس الهيئة الأول 21- واطلع على المستجدات لمشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للهيئة 21- والذي يهدف إلى تطوير رؤية واستراتيجية 22- منطقة مكة المكرمة 22- وصولا لتحقيق تنمية مستدامة في محافظات المنطقة 23- وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التي تشرف الهيئة على تنفيذها 24- وتطرق الاجتماع أيضا إلى تفويض بعض اختصاصات هيئة تطوير المنطقة إلى أمانتها 25- كذلك المشاريع المعتمدة في ميزانية العام الحالي 26- ومبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن لهذا العام 26- واطلع على مشروعي النقل العام بمكة المكرمة ومحافظة جدة وآخرين 27- مستجداتهما 28- راعى صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض 29- حفلة خريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية الغد الدولية 30- للعلوم الطبية التطبيقية في عدد من التخصصات 30- وبدأ الحفل الخطبي المعد بهذه المناسبة 31- ثم شاهد الجميع عرضا عن الكليات 31- وعقب ذلك أدى الخرجون القسم الخاصة بمهنة الطب 31- وفي ختام الحفل قدم الأمير فيصل بن بندر 32- تهنيئة للطلاب وأولياء أمورهم 33- منوها أن التخرج والاحتفاء يعد حافزا يدفعهم للعمل الميداني 34- مؤكدا على أهمية دور القائمين على الكلية 34- حتى أصبحت علامة بارزة على أرض الوطن 35- ومن جهة ثانية التقى أمير منطقة الرياض 36- في مكتب سموه بقصر الحكم 37- اليوم سفر جمهورية روسيا الاتحادية 37- لدى المملكة سيرجي كلوف 38- جرى خلال اللقاء تبادل الحديث الودية 39- ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين 39- التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز 40- أمير منطقة تبوك 40- اليوم سفر جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا قويت 41- والوفد المرافق له 41- الذي يزور المنطقة حاليا 41- ونوه سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين 42- والتعاون المشترك في مختلف المجالات 42- وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 43- كما التقى أمير منطقة تبوك رئيس المؤسسة العامة للموانئ 44- المهندس سعد الخلب 44- وخلال اللقاء قدم المهندس الخلب لسموه أمير المنطقة 44- التقرير السنوي لأعمال ونشاطات ميناء ضبا خلال الفترة الماضية 44- رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل 44- بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم 45- اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة 45- اطلع سموه خلال الاجتماع على عرض عن ملتقى القصيم 46- لتمكين الشباب فرصتي الأول والثاني 46- كما ناقش الاجتماع عمل برنامج التوطين 47- وما قامت به اللجنة من أعمال ومتابعة لقرارات التوطين والاتفاقيات الموقعة 47- أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز 47- زمير منطقة الباحة حملة منصة بيانات الوظيفية 48- التي تعد إحدى خدمات وزارة الخدمة المدنية الرقمية 49- والتي تقدم لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية 49- بحضور مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية 49- بالمنطقة فهد مرشيد بن رقوش 50- التي تستهدف فتح قناة جديدة للبيانات 50- لتمكين الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية 50- لدى وزارة الخدمة المدنية 50- طاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز 50- أمير منطقة الحدود الشمالية 51- بمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 51- الدكتور أحمد الفيد 52- وبحث السموه خلال اللقاء الموضوعات ذات العلاقة 53- بعمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها 54- لأبناء منطقة الحدود الشمالية 54- في مجالات التدريب التقني والمهني وخدمة المجتمع 55- كما تسلم أمير منطقة الحدود الشمالية 55- خلال لقائه مدير عام التعليم في المنطقة عبد الرحمن القريشي 56- تسلم تقريرا عن بداية سير الاختبارات للطلبة والطالبات 57- في اليوم الأول والثاني للفصل الدراسي الثاني في مرحلة التعليم العام 57- موجها سموه بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات 58- لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة 58- التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز 58- نائب أمير منطقة القصيم برئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل الأهلية ببريدة 59- رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الرحمن المشيقح 60- يرافقه أعباء مجلس الإدارة وعدد من منسوبي الجامعة 61- واطلع الأمير فهد بن تركي خلال اللقاء على خطط الجامعة والأقسام الدراسية والبرامج التعليمية 62- مؤكدا على بذل المزيد من الجهود في مجال الأبحاث العلمية 63- وخدمة المجتمع والابتكارات التي تلبي حاجاته 63- استثمار طاقات الطلبة والطالبات بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة 64- كما استعرض نائب أمير منطقة القصيم خلال اللقاءه بوكيل إمارة المنطقة الدكتور عبد الرحمن الوزان 64- عدد من منسوبي الإمارة استعرض سير العمل في مشاريع تقنية المعلومات الحالية والمستقبلية 64- للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة 64- استمع سموه لشرحا من الدكتور الوزان عن المشاريع التي تأتي لرفع مستوى الخدمات المقدمة 65- من خلال تطوير التعاملات الإلكترونية تقنيا ومتابعة التعديات 66- التي قد تطال الأراضي الحكومية والممتلكات من خلال مشروع عين الصقر 67- من جهتي أشاد نائب أمير القصيم بالمنجزات التي حققتها 67- الإدارة لتطوير الخدمات التقنية لخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة 67- رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 68- الشيخ الدكتور عبداللطيف للشيخ اجتماع اللجنة العليا 69- لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة 69- بحضور الوكلاء والمسؤولين وأعضاء اللجنة 69- وجرى خلال الاجتماع استعراض الخدمات والتجهيزات 69- التي ستقدمها الوزارة لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 69- ونوه الدكتور للشيخ بتهيئة جميع أسباب الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن 70- حتى يؤدوا مناسك حجهم وعمرتهم بكل يسر وأمان وطمأنينة 70- نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل 70- سكانية يقدمها معرضاء أكسبو بجدة وريستايتس بالرياض 70- قاتل 21- اعلى 79- أختم 80- هيا لي من ترجى 81- الله أختم 90- دولة طبيعية حاساتك وغتотуارك وماشي كذ graduates من الآثار الموجودة في الموقع تعود إلى الفترات الإسلامية المبكرة وصل بين منطقة الشمال الجوف ومنطقة الحائل محافظة يواد الدواسر والسليل ثالثة السماء السابقة كانت عينين بدنا نطلق عليها تغير الاسم إلى مدينة الجبيل مدن وشواطة على شاشة السعودية في الأوقات التالية أهلا بكم من جديد انطلقت تعمال معرض ريستاتكس الرياض العقاري بمشاركة الهيئة العامة للعاخار وصندوق التنمية العقاري والقطاعات الاستثمارية والاسكانية المزيد في سياق التقرير التالي ريستاتكس معرض عقاري دولي انطلق بحلته الجديد تحت رعاية وزارة الاسكان بمصاحبة عدد من المحاضرات وورش العمل التي تستعرض واقع سوق الاسكان في المملكة وآليات دعمه إضافة إلى بحث خطط وبرامج الاسكان في وضع الحلول العاجلة لضخ المزيد من الوحدات نتكلم بكل ثقة ان اقتصادنا جيد الفرصة ما زالت متاحة الفرصة ما زالت جيدة الرياض تحديدا والمملكة العربية السعودية الآن عندها توجه انها تكون من افضل دول العالم الآن فرصة مناسبة جدا الاسعار ما زالت مناسبة الاسعار راح تكون في تصاعد مش لا انه احنا مطورين احنا ما احنا مطورين لكن اي مدينة في العالم اذا كان فيها نهضة فيها تطور فيها اقتصاد جديد لا شك هذا يأثر على قيمة العقارات حضر كبير من قبل الشركات والمؤسسات العقارية والتمويلية ذات العلاقة مع وزارة الاسكان حيث يتضمن برنامج سكني الذي اطلق مسبقا تخصيص وتسليم سبعمائة واثنان وثمانون الف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق بنهاية العام الجاري الفين وتسعة عشر ميلاديا وفي الوقت نفسه شروعة وزارة الاسكان في البدء بتنفيذ ستة واربعين مشروعا من اصل سبعين مشروع سكني في علد من المناطق ومن المتوقع ان توفر تلك المشاريع نحو مائة وثلاثين الف وحدة سكنية حدث عقاري الاكبر من نوعه في المملكة من كل عام حيث يخدم المجتمع تثقيفيا وتوعويا بوجود نخبة من المطورين والمقيمين العقاريين مع تقديم بعض الاستشارات العقارية للزوار لقناة السعودية محمد شيخ الرياض يواصل معرض سكني اكسبو جدة الفين وتسعة عشر فعالياته وذلك بتقديم البرامج والحلول التسويقية والخيارات السكنية لزوار المعرض الاف الزوار يوميا لمعرض سكني اكسبو جدة الفين وتسعة عشر يأخذهم فيها المستشار العقاري الى رحلة التملك عبر الحلول السكنية والتمويلية المتاحة تحت سقف واحد تواجدنا اليوم اجتهاد في تخيل التحديات اللي يمر فيها المواطن والتحديات هذه نجاوبها من خلال المعرض انه اليوم المواطن بدل ما يذهب الى اربع خمسة بنوك نحن نتواجد في مكان واحد المواطن يحتاج ياخد تقنيات بناء لعملية البناء موجودة في مكان واحد المواطن اذا حب ياخد وحدات جاهزة من السوق فنحن اليوم بمفكر بالطريقة اللي يفكر فيها المواطن اجتهادا تأتي هذه الجهود المقدمة من وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري المساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم الى 70% بحلول 20-30 عندنا اليوم تمويل المدعوم 500 الف للمواطن صفر ارباح لأربعة عشر الف رواتب اقل عندنا برامج الدفعة الاولى للعساكر 140 الف ريال تعطى دفعة اولى ايضا عندنا 140 الف تعطى لأي سعودي فوق الخمسين سنة اجاباتهم متنوعة يحصل عليها الزوار هنا في سكني اكسبو 2019 لاختيار مسكنهم الاول غدي البلوشي جدا استيلا استتار عن فعاليات وانشطة الايام الثقافية السعودية في تركمانستان التي تنظمها وزارة الاعلام في متحف الفنون الجميلة بالعاصمة التركمانية واتضمنت الفعاليات عروضا موسيقية وفلوكلورية مشتركة بين الجانبين السعودي والتركماني تعكس مدى تقارب الشعبين وتأتي الايام الثقافية في اطار حرص وزارة الاعلام على تحقيق تطلعات القيادة بتوثيق الصلاة الثقافية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمملكة في ظل رؤية عشر ثلاثين اكد نائب رئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ان ميليشيا الحوثي الارهابية لم تقدم شيئا لمصلحة السلام سوى الاستمرار في تعنتها وانتهاكاتها في اليمن ميدانيا قتل ستة من ميليشيا الحوثي ووصيب اخرون في اشتباكات مع الجيش اليمني بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف قال مصدر عسكري ان الاشتباكات اندلعت بعد محاولة تسلل فاشلة لعناصر انقلابية باتجاه جبال الربعة في المديرية مفيدا بمقتل قيادي حوثي بارز خلال المواجهات وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار جرائم المتمردين في زيادة معاناة الشعب اليمني والتي كان اخرها احتجازهم لعشرين شاحنة محملة بمساعدات نغاثية للمستشفيات في محافظة اب اعلنت الشرطة السريلانكية ان حصيلة التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في انحاء متفرقة في البلاد ارتفعت الى مئتين وتسعين قتيلا ونحو خمسمائة مصاب رفعت السلطات في سريلانكا يوم الاثنين حضر التجول الذي فرضته بعد يوم من مقتل مئتين وتسعين شخصا واصابة نحو خمسمائة اخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق يوم الاحد ولم تعلن جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين واربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد وقال مصدر حكومي ان الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عند وقوع الهجمات دعا الى اجتماع لمجلس الامن الوطني في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بحضور رئيس الوزراء رانيل واكرمسينغ حسب المصدر وكانت هناك مخاوف من احتمال ان تؤدي الهجمات الى تجدد العنف الطائفي بعد اعلان الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الاحد عن تعرض مسجد لهجوم بقنبلة بنزين في شمال غرب البلاد واشعال حرائق متعمدة بمتجرين يملكهما مسلمون في الغرب وخاضت سريلانكا حربا استمرت عشرات السنين ضد الانفصاليين التاميل ولكن عنف المتطرفين تراجع منذ انتهاء الحرب الاهلية قبل عشر سنوات ورفعت الحكومة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين حضر التجول الذي فرضته في انحاء الجزيرة لكن حركة المرور كانت ضعيفة على غير المعتاد في العاصمة المزدحمة عادة ومنعت الحكومة ايضا الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب ما ادى لصعوبة الحصول على اي معلومات ومعظم القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات سريلانكيون وبحسب مسؤولين حكوميين فان هناك 32 اجنبيا ايضا من الضحايا من بينهم بريطانيون وامريكيون واتراك وهنود وصينيون ودنماركيون وهولنديون وبرتغاليون افادت مصادر اعلامية الوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو سيعلن اليوم عدم تمديد الاعفاءات للدول التي تستورد النفط الايراني وذكرت المصادر ان بومبيو سيعلن ان بداية من الثاني من شهر مايو القادم لن تمنح وزارته اي اعفاءات لأي من الدول المسموح لها حاليا باستيراد النفط او المكثفات من ايران وكانت الادارة الامريكية قد اصدرت في نوفمبر الماضي اعفاءات لمدة 180 يوما لثمان دول من عجل تاحة المزيد من الوقت لها للبحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها من الطاقة وان الدول المخالفة للقرار الجديد ستكون عرضة للعقوبات الامريكية نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرا بالجاني صدام حسين محمد انار باكستاني الجنسية لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر تم تنفيذ حكم القتل لا اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة توقعت هيئة الارصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة التقسي لهذا اليوم نشاط رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف الحدود الشمالية القصيم الشرقية الرياض نجران فيما تتكون سحب رعدية منطرة مصحوبة برياح النشطة على مناطق جزان عسير نجران والباحة والرياض والشرقية نشرة انتهت وهذا تذكير بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يستقبلوا مناء المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية وكبار مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية رئاسة امن الدولة تكشف هويات منفذية الاعتداء الارهابي على مركز مباحث الزلفي حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا ترتفع الى ثمانمائة قتيل وجريح شكرا على طيب المتابعة نلقاكم على خير وفي امان الله اشتركوا في القناة